بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهلي صحبي أجمعين اليوم بإذن الله سوف نتعرف على خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة من خطوات تأسيس المنشآت الصغيرة استكمالا لما تعرفنا عليه في الدرس السابق من المقصود من منشآت الصغيرة وسمات والأهداف والخصائص اليوم سنتعرف على الخطوات ومنها البحث عن أفكار وفرص استثمارية المشروع التوصل لفكرة محددة للمشروع إعداد دراسة جدوى المشروع وإعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع والحصول على التمويل اللازم للمشروع اختيار موقع المشروع وتأسيس المشروع وتشغيل المشروع والمتابعة وتقييم الخطوة الأولى من خطوات تأسيس المنشآت أولا البحث على الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محدودة عند بداية البحث عن فكرة المشروع يحتاج الأمر للبحث عن الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة والتي يفضل أن تكون مناسبة لميول وقدرات ومهارات صاحب المشروع حتى يبدأ في إنشاء المشروع بطريقة سليمة الثانية الخطوة الثانية دراسة الجدوى تعرف دراسة الجدوى الاقتصادية بأنها أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح أو فشل المشروع معين أو فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي وفي المنشآت الصغيرة يجب أن يقوم المالك بإجراء هذه الدراسات قبل المخاطرة بالدخول في فرص استثمارية قد لا يحمد عقباها ومن أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية وأهدافها تساعد دراسة الجدوى الاقتصادية في التوظيف الأمثل لموارد المتاحة في المنشآة توضح دراسة الجدوى الاقتصادية العوائد المتوقع مقارنتها بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال العمر الافتراضي المشروع تلتزم أو تلزم بعض الجهات المولة مثل بنوك التجارية والسناديق الحكومية وبعض الشركات الكبرى المانحة لصغار المستثمرين تقديم دراسات جدوى الاقتصادية للمشروع المزمع إنشائه قبل تقديم القروض أو لمنح صاحب المشروع أربعة تساعد الدراسة على تقديم البداء المتاحة أخمسة تعطي دراسة الجدوى صورة واضحة عن عدة جوانب تتعلق بالمشروع مثل عرض والطلاب والإنتاج والمنافسة والتوزيع والأسعار ثانياً اللي هو مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لدينا مجموعة من المراحل في دراسة الجدوى الاقتصادية منها فكرة المشروع تعريف عام بالمشروع ودراسة الجدوى المبدئية ودراسة الجدوى التفصيلية وتقييم المشروعات والاختيارات من بينهما وتنفيذ المشروع أما الخطوة الثالثة فهي أعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع إن خطة العمل هي عبارة عن مستند مكتوب ويحتوي على جداول ورسوم بيانية توضح بالتفصيل المشروع المقترح كما تبين الرغبات المتوقعة والنتائج المحتملة في هذا المشروع ويمكننا القول أن نقول أن خريط التوضيح الطريق لصاحب المشروع وعادة ما يحتاج صاحب المشروع إلى أعداد مثل هذه الخطط لتقديمها لمصدر التمويل الذي سيمده بالمال اللازم لإنشاء المشروع ويفيد وضع خطة المنشآت قبل تأسيسها في أن يجيب مالكها على الأسئلة التالية ما الذي أرغب في أن أحققه كيف أصل إلى ما أريده ما المشاكل الستيس تواجهني في الطريق وكيف يمكننا التعامل مع هذه المشاكل من مزايا إعداد خطة المنشآت أولا أن الوقت والمجهود المبذول في وضع هذه الخطط يعطي صاحب المشروع إحساس بمشروع وهميته أثنين استفيد صاحب المنشآت من الدراسات التي ستجرى من خلال الخطة الموضوعة وذلك كون أن من يقوم بهذه الدراسات من دول الخبرة والدراية مما يفيد صاحب المنشآت الجديدة قليلة الخبرة ثالثة تعطي خطة المنشآت لصاحب المشروع فكرة كاملة عن مشروعه رابعا وضع خطة المشروعية يجعل صاحب المنشآة ملزما بتحقيق الأهداف الموضوعية في تلك الخطة ويجعله يراقب مسار الخطة محتويات الخطة العامة للمشروع ملخص المشروع وهو عرض مختصر عن المنشآة يبين الملامح الأساسية للمنشآة ويكون من خلال إجابات على الأسئلة ما هي المنشآة وما نشاطها كيف سيتم العمل في المنشآة ولماذا تتم اختيار هذا النشاط بالذات وأين يقع مكان المنشآة اثنين وصف عام المشروع وهو وصف دقيق مفصل المشروع تاريخه نشاطه المنتج أو الخدمة التي ستقدم في هذه المنشآت كما يتم توضيح مفصل لأهداف المشروع معلومات تسويقية عن المنشآة ويتناول من في هذه النقطة منهم العملاء المستهدف والمنشآة ومنهم المنافسون وما هي الحصة المتوقعة التي سيحظى بها المنشآة من السوق وغيرها من المعلومات الإدارة يتم من خلال هذه النقطة تحديد من سيدبر المنشآة وكيف سيكون هيكلة تنظيمية المنشآة وقد يتناول الشكل القانوني للمنشآة خامسا تخطيط طرق التمويل وقنواته حيث يتم تحديد جهات التمويل للمنشآة وتقدير الميزانية التي تحتاجها المنشآة الملاحق ويتضمن عدد من المعلومات التي يتم ذكرها في البنود السابقة الخطوة الرابعة وهي اختيار موقع المنشآة هناك العديد من الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند قيامنا بإنشاء مشروع مشاريع مثل فكرة المشروع مصادر التمويل التسويق الإدارة موقع المنشآة جميع هذه الجوانب مهمة جدا لنجاح المنشآة أو فشلها هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع المنشآة أو المشروع التجاري المزمع إنشاؤه أو المقصود إنشاؤه القرب من الأسواق يقصد به أن يكون النشاط الذي تقوم به المنشآة قريبة المستهلكين المرتقبين للسلع والخدمات أثنين سهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة يحيانا قد يحكم موقع المنشآة سهولة نقل المواد الأولية التي تحتاج المنشآة وخاصة في المنشآة الصناعية مثل اختيار موقع أحدى ورش الألمانيو بجوار محلات الجملة التي تزود الورش بما تحتاجه بسهولة نقل سر ثلاثة الحاجات للأيدي العاملة ومن المهم جدا أن يقوم صاحب المنشآة بالتأكد من توفر الأيدي العاملة التي يحتاجها خاصة إذا كان النشاط يحتاج إلى أيدي عاملة مدربة ذات مواصفات معينة مثال من المهم أن يتأكد الشخص الذي سينشئ المؤسسة المقاولات عن توفر ما يحتاجه من الأيدي العاملة المدربة للقيام بالأعمال البناء والتمديدات الكهربائية والصحيحة وأعمال الطلاء وغيرها من الأعمال التي تحتاج المؤسسة لقيام بالعمل بالشكل المطلوب أربعة دراسة القوانين والأنظمة المحلية قد يقوم صاحب المنشآة بالحصول على موقع مناسب بعد الانتهام من أعداده عند إجراء المعاملات النظامية للحصول على رخصة المحل يفاجأ بأن النشاط الذي سيقوم به يمنح منح التصاريح في المنطقة التي اختارها مثال قد يقوم صاحب المنشآة باستئجار موقع لافتتاح محل لتوزيع وبيع الغاز ثم يفاجأ بعدم منحي رخصة المشروع بسبب أن الموقع غريب من مدرسة أو منشآت يمنع فتح ماذا المحلات بقربها المنافسة يكون من الأفضل أحيانا اختيار موقع المنشآة بجوار مجموعة محلات التي تقوم على نفس النشاط مثال يحرص أصحاب محلات المفروشات مثلا أن تكون محلاتهم متجاورة بحيث يجد إليهم أكبر عدد المشترين أيضا توافق النشاط مع قيم وتقاليد وعادات المجتمع المحيطة به من المهم جدا أن يكون هناك انسجاما ما بين النشاط الذي تقوم عليه المنشآت وبين قيم وتقاليد وعادات المجتمع المحيطة بموقع المنشآة وقد يتعدى ذلك إلى تصميم الخارجي للموقع والترتيب الداخلي للذكورات والأثاث والأدوات المستخدمة مثال عدم فتح مالحمة تبيع لحوم الأبقار في محيط مجتمع يفضل لحوم الأغنام أو تبيع لحوم الإبل في مجتمع يفضل لحوم البقر أو محل يبيع منتجات مخفضة في محيط مجتمع تنتشر فيه المياه والتفاخر المباهى والتفاخر عفوا سابعا سهولة الوصول للموقع من المهم جدا يكون موقع مختار المنشآة يسهل الوصول إليه وذلك من خلال وجود الموقع في إحدى الشوارع العامة ذات السمعة الجيدة وكذلك توفر المواقف المناسبة للسيارات مثل استعجار موقع المشروع في مدخل سوق تجاري سيكون أفضل من استعجاره في إحدى الممرات الداخلية للسوق ثامنا توفر الخدمات العامة من الضروع جدا عند اختيار موقع المنشآة التأكد من توفر الخدمات العامة خاصة التي تحتاج إليه المنشآة مثال إذا كان نشاط المنشآة في مجال السياحة والطيران فمن الخدمات الرئيسية الواجب توفرها في الموقع خطوط هاتفية متعددة للقيام بأعداء أداء العمل في أتم وجه هذا كان نهاية درسنا لهذا اليوم نستكمل مشيئة الله ما تبقى من هذه الوحدة في الدرس القادم